موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا وسهلا بحضراتكم اسمحونا انه هده ان شاء الله نتكلم عن قرار الهيئة الدائمة للمحكمة العليا السعودية بشأن الظروف الطريقة او اعتبار جائحة كورونا من ضمن الظروف الطريقة والقوى القاهرة قرار رقم 45 عالمين بتاريخ 8-5-442 طيب الاول خلينا نقول ان المحكمة العليا هي اعلى محكمة في المملكة العربية السعودية اللي هي تعادل في الدول الاخرى محكمة النقد وبعض الدول تسميها التمييز وبعض الدول تسميها العليا مدى حجية قرار الهيئة العامة يعني قرار الهيئة العامة قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا معناه ان الثلاثة وتلاتين قاضي عضو بما فيهم الرئيس طبعا الثلاثة وتلاتين قاضي اعضاء المحكمة العليا كلهم بيحددوا مبدأ بيقروا مبدأ عشان المحاكم تمشي عليه ما مدى حجية هذا المبدأ؟ هل المبدأ ده ملزم للمحاكم ولا غير ملزم للمحاكم؟ ملزم للمحاكم ليه؟ جايب الانزامية دي منين؟ مدى حجيته ايه؟ اولا هل هو ده اختصاصها ولا مش اختصاصها؟ لا طبعا اختصاصها مدى 13 من نظام القضاء الصدر 1428 بيقولك يكون للمحكمة العليا هيئة عامة هيئة عامة لهم كل القضاء يعمل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها جميع قضاتها كلهم تتولى الهيئة العامة بيقولك بعد تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي ألف تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء طب ايه هو المبدأ العام ده؟ ايه هو المبدأ القضائي؟ هتلاقيهم معرفين المبدأ القضائي بانه هي المحكمة العليا نفسها اللي عرفت المبدأ القضائي بانه القاعدة القضائية العامة الموضوعية او الاجرائية التي تقررها المحكمة العليا وتراع عند النظر في القضايا واصدار الاحكام والقرارات يبقى المبدأ القضائي اللي بتقرره المحكمة العليا يحب ذا طبعا لو كان هيئة عامة أو هيئتها الدائمة يعني تمام الهيئة العليا أو الهيئة العامة للمحكمة العليا طبعا هو من المبادئ المنزمة للقضاء اللي يدلل كمان على أن مبادئ المحكمة العليا ملزمة للقضاء هتلاقي موجود في نظام اسمه نظام المحكمة التجارية يعني هو النظام الجديد اللي طالع نظام المحكمة التجارية اللي احنا كنا بنشرحه على القناة عندنا وما زلنا لسه شغالين في السلسلة بتاعته رقم ميم تلاتة وتسعين اللي هو المرسوم الملكي وتاريخ خمستاشر ثمانية ألف روما يحد وتلاتين ألف روما يحد واربعين يقول لك تختص الدوائر التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف إذا كان محل الاعتراض ما يلي بص بقى يقول لك من أسباب الطعن بالنقد على الدعاوة التجارية يقول لك ما يلي مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا إذا مخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا هو سبب من أسباب الطعن بالنقد يهو ساوى المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا بالقانون قبلك دي مسألة مهمة أوي سواها بالقانون هتلاقي النص ده موجود أمام ديوان المظالم أيضا أو المحكمة الإدارية نظام المحكمة الإدارية طيب يبقى دلوقتي نقدر نقول أن المحكمة العليا لها حجيتها تمام والأحكام اللي بتصدرها لها حجيتها خصوصا إذا ما كانت أحكام الهيئة الدائمة اللي هم كل قضاء المحكمة العليا فعلا طلعوا القرار الرقم 45 عالمين بتاريخ 8.5.442 بشأن جائحة كورونا هل هي من قبيل الظروف الطريقة والقوة القاهرة ولا لا يقول لك إيه ولذلك كله قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي أولا تعد جائحة فيروس كورونا من الظروف الطريقة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلا ويشترط لتطبيق المبدأ على العقد والالتزامات المتأثرة الشروط الأتية الأول بقى خلينا نركز كده ونقول إيه الفرق ما بين القوة القاهرة والظروف الطريقة إيه الفرق ما بين القوة القاهرة والظروف الطريقة الظروف الطريقة حادث لاحق على تكون العقد يعني العقد ناشئ اتكوّد العقد قبرم وبعدين حصل الحادث وبعدين حصلت الجائحة وبعدين جاه الفيروس خارج عن إرادة المتعاقدين لازم يكون الحادث ده مش بإرادة المتعاقدين مش بكيفهم أنا بتكلم دلوقتي فيه ايه الظروف الطريقة حادث حصل بعد إبرام التعاقد ليس لإرادة المتعاقدين دخلي فيه غير متوقع الحصول مسألة لا يمكن توقعها مسألة غريبة استثنائية مش عادية ما بتحصلش كل سنة يعني تمام ينجم عنها إخلال في توازن المنافع المتبادلة بص يا جماعة دايماً العقود متوازنة المنافع المتبادلة بتديني حاجة على قد ما بتاخد لو حصل خلل في الالتزامات أصبح التزام أكبر من المنفعة أصبحت منفعة أكبر من الالتزام ما بقوش متقابلين هنا نقدر نقول الظروف الطريقة موجودة لازم يكون الكلام ده أيضاً في عقود مستمرة هنشوف الشروف دي دلوقتي بحيث أن يكون تنفيذ العقد مرهق للمدين وليس مستحيلاً مرهق للمدين وليس مستحيلاً يبقى الظروف الطرقة هو حادث حصل بعد العقد ليس في إرادة المتعاقدين ليس متوقعاً خلى الالتزام مرهق مرهق يعني شديد خلى فيه خسائر خسائر فادحة بس مش مستحيل عارف بقى لو خلىها مستحيل لو خلى تنفيذ الالتزام مستحيل تحولت الظروف الطرقة إلى قوة قاهرة آه يبقى الفرق ما بين القوة القاهرة والظروف الطرقة إيه هو عنصر هو معيار مدى استحالة تنفيذ الالتزام لو كان الالتزام مستحيل أسميها قوة قاهرة لو كان تنفيذ الالتزام مش مستحيل هو ممكن ولكن مرهق هيسبب لي خسارة كبيرة أسميه ظروف طرقة مش قوة قاهرة يبقى الظروف الطريقة تجعل الالتزام مرهقاً وليس مستحيلاً القوة القاهرة أمر غير متوقع يحصل بعض التعاقد يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً مستحيلاً ممكن الاتنين يكونوا بسبب حدث واحد يعني ممكن فيروس كورونا في أوقات خلال ما هو بقى له سنة ونص احنا بنتكلم من فبراير 2020 احنا دلوقتي في كام؟ احنا دلوقتي بنتكلم في 18 يناير 2021 وماذا ومازال الفيروس موجود؟ خلال السنة وربع دول أو السنة ونص دول أو السنة ديت هتلاقي في أوقات الفيروس عمل حالات قوة قهرة وفي حالات عمل ظروف طرق زي ايه مثلاً؟ لما ييجي شهر مثلاً معين يقول لك غلق طيران تماماً على كل الدول ما فيش دول ما فيش طيران أصلاً عقد التوريد أصبح مستحيل؟ أنا هورد لك ايه من بره البلاد؟ مستحيل ما فيش طيران أصلاً طب ممكن يقول لك لا الطيران مقفول في السعودية ما بين السعودية ومصر ومصر والسعودية مقفول بس مفتوح ما بين ايه؟ يعني من جدة للقاهرة مقفول تمام؟ بتتكلم في ساعتين طيران لكن لو عايز تروح بقى القاهرة يقول لك ايه؟ تاخد من جدة لدبي لدبي مفتوحة طيران الإماراتي مثلاً يقول لك خد من جدة لدبي ومن دبي للقاهرة أنت قطعت المملكة العربية السعودية عرضاً وارجعت تاني على القاهرة هو ممكن مش مستحيل بس مرهق تكلفة عالية جداً عشان هنقل لك بضاعة بالطريقة ديت ده هيكلفني كتير جداً لأن من جدة للقاهرة أنت بتعدي البحر الأحمر بس لكن أنت لما تيجي تقول لي اطلع من جدة اقطع المملكة كلها روح لدبي وارجع من دبي تاني على القاهرة طبعاً تكلفة مهولة هتسبب خسائر ولكنها مش مستحيلة ام تكون مستحيلة؟ لما يكون كل الطيران مقفول واضح؟ ده مثال للقوى القاهرة والظروف الطريقة يبقى الفرق بينهم هي مسألة الاستحالة يبقى هو قالك تعد فيروس جائحة فيروس كورونا من الظروف الطريقة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقل إلا بخسارة غير معتادة هتحصل خسارة كبيرة مش طبيعية غير معتادة هنا أسميها ظروف طريقة هيحصل أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً هسميها قوة قاهرة طيب تعالا بقى نشوف شروط تطبيق القوى القاهرة والظروف الطريقة وفقاً للمبدأ اللي أقره الهيئة العامة للمحكمة العليا نمرة واحد أن يكون مبرماً قبل بدء ان العقد ده اللي هطبع للظروف الطريقة والقوى القاهرة أن يكون مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة ويستمر تنفيذه بعد وقوعها يعني يكون ماضينا العقد قبل الإجراءات الاحترازية يعني قبل فبراير 2020 تمام؟ إجراءات الاحترازية حصلت في أواخر فبراير 2020 في أبداية مارس 2020 لازم العقد يكون قبل التاريخ ده قبل الإجراءات ديتي يعني قبل الإجراءات الاحترازية ويكون مستمر بص يا جماعة العقود ثلاث أنواع في عندي عقد مستمر الزمن ركن من أركانه زي عقد الإيجار هو محتاج إجاب وقبول ومحل رضا ومحل وسبب وزمن ومدة لازم تحط المدة إن المدة هو المحل يعني المحل منصب على المدة هو الفرق ما بين سبب العقدة ومحله جاوب على السؤال ده على ماذا تم التعاقد ده المحل لماذا تم التعاقد ده السبب تمام يبقى أقولك على ماذا تم التعاقد على الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة سنة يبقى هو الزمن هنا داخل في ايه في تكوينه يبقى العقد ده هينطبع على المبدأ اللي احنا بنتكلم فيه معايا العقد ده او العقود اللي هي الدورية زي عقود التوريد عمال بتورد لبضايع شهر ورا شهر شهر ورا شهر تمام؟ ده برضو دي عقود دورية يعني ايه؟ متكررة التنفيذ او عقود فورية منجزة زي عقد البيع ولكن الزمن دخل في تأجيل تنفيذها زي ايه؟ اقولك هشتري منك السيارة بس هدفع لك بعد شهر خلال الشهر حصلت الجائحة اقولك هديك المحصول تمام؟ انا بعتلك المحصول وخدت الفلوس بس هوردلك المحصول بعد ما نقطفهم من الشجر تمام؟ بعد شهرين يكون نضج او بعد تصنيع مثلا الملابس او بعد تصنيع الماكينات او بعد تصنيع دخلت الايه؟ الجائحة تمام؟ دي هو عقد ده مش هيأثر على طبيعة العقد هو هيفضل عقد منجز عقد بالتنفيذ المباشر على طول ولكنه المدة دخلت لتنفيذه ده برضو ينطبق عليه المبادئ اللي احنا بنتكلم فيها يبقى لكن العقد اللي بدأ وانتهى العقد اللي ابرم وانتهى عقد بيع قبل الجائحة ده مش داخل معايا مليش دعب خلاص؟ يعني انت ديتني البضاعة وخدت الفلوس وتم تنفيذ العقد قبل الاجراءات الاحترازية ده مش داخل معايا في العقد طيب الشرط التاني ان يكون اثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه هنا بنتكلم في الاثر المباشر يعني ايه في الاثر المباشر؟ يعني يكون الاشكاليات اللي حصلت بسبب فيروس كورونا اثر على العقد تأثير مباشر الضرر بسببها ضرر مباشر وليس غير مباشر ما هو في نوعين يا جماعة ما بين الاضرار حاجة اسمها اضرار مباشرة واضرار غير مباشرة لو الضرر اللي حصل لك بسبب كورونا هو ضرر مباشر هتطبق المبادئ بتاعت المحكمة الع plaintية اللي احنا بنتكلم فيها دي لو الضرر اللي حصل لك غير مباشر لا مش هتطبق هو لا ينصبل على الضرر المباشر ايه الفرق بين الضرق مباشر وغير مباشر عديك مثال عشان تبقى الموضوع اسهل شوية يقولك انا بستورد مواد كيموية او مبيدات كيموية عشان محصول الزراعة تمام فطيب بسبب الفيروس اتمنعت المبيدات ديت اتمنعت الكيمويات ديت ووقفت في المخازن ووقفت في الميناء تلفت بازت بسبب التكدس لم يتم تخزين مفيش اماكن تخزين تلفت وبازت طيب انا هعوضك عن تلف الشحنة دي يعني الضرر اللي اصابك الضرر المباشر اللي اصابك هو الشحنة بس الشحنة دي عشان ما جتلكش الدودة كالت المحصول ام المحصول قال بدل ما اطلع عشرة طن من المنتجات طلعت تلاتة طن ففي سبعة طن فسدوا بازوا تمام ده ضرر غير مباشر بسبب انك ما حطتش الكيموية على الارض وبالتالي المحصول لم ينتج بالطريقة اللي المفترض ينتج بيها ده ضرر غير مباشر لكن الضرر المباشر ايه فقد قيمة المواد الكيموية أو السماد اللي راح منك في الميناء أو تلف بسبب تخزينه أو ما فيش أماكن لتخزينه في الميناء بسبب أن ما فيش نقل بسبب فيروس كورونا يبقى ده ضرر مباشر فإحنا الكلامنا كله على ضرر مباشر غير المباشر خرج برا المبادئ اللي إحنا هنتكلم فيها دي اللي هي خارج مبادئ المحكمة الأولى أو الهيئة الدائمة المحكمة الأولى الشرط التالت أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر يعني إيه؟ يعني مهبوس كل خطأ سبب ضرر يلتزم من ارتكبها بالتعويب ده هي الأركان خطأ ضرر رابطة سببية بينهم لازم تكون جائحة كورونا هي سبب الضرر مفيش سبب تاني دخل زي إيه؟ زي يقول لك مثلا أنا أديتك فلوس وكنت المفترض تورد للبضاعة في شهر اتناشر 2019 حضرتك بقى تلكأت وتأخرت وموردتش البضاعة في شهر اتناشر 2019 اتأخرت شهر واحد شهر اتنين شهر تلاتة دخلت التدابير الاحترازية دي يجي تقول لي أنا مش عارف ووردلك بسبب التدابير الاحترازية لأ يا سيدي انت اللي اتأخر السبب تأخيرك كانت المفترض توردلي من اتناشر 2019 اللي اخلك ثلاث شهور يدخل علينا الكورونا لأ ما هو كده في سبب غريب بقى دخل يعني في سبب آخر اشترك مع الكورونا وهو تأخيرك انت لو كنت وردتلي من اتناشر 2019 زي ما احنا متفقين ما كان العقد خلص وانتهينا على كده يبقى تأخيرك المبدأ الاولاني دخل كسبب آخر مع فيروس كورونا لو حصل دوت انت مش خضع للمبادئ بتاعة المحكمة العليا اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي واضح؟ يبقى لازم يكون ان يستقل يقولك ان يستقل لأثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر ما يكونش فيه سبب تاني يعني سبب الآخر ده قد يكون اي شيء بقى تمام بس احنا ادينا مثال اربعة قال لا يكون المتضرق تنازل عن حقه او اصطلح بشأنه معنى كده ايه ان يجوز التصالح بشأن الاضرار او التنازل بشأن الاضرار الناتجة عن عن جائحة كورونا او جائحة فيروس كورونا بس ايه بقى بس لازم يكون التصالح ده حصل بعد نشوء الضرر وليس قابله هنشوف بعد كده ان اي شرط في العقد فيه تنازل مسبق عن الحقوق كال لم يكن لا معنى مش هعترف بالتنازل المسبق ده عشان هعترف بالتنازل واقول لك خلاص انا مش هطبع عليك المبادئ دي مش هطبع عليك الاجراءات اللي المحكمة العليا قالتها وانت تنازلت عن حقك او تصالحت في حقك لازم يكون التنازل ده بعد تاريخ الضرر اللي حصل بعد تاريخ الضرر اللي حصل لك مش قابله يبقى مش شرط قابله شرط الاعفاء من المسئولية دوت اللي هو قابل حدوث الضرر لا ده مش هنعترف به لازم تكون تنازلت بعد ما عرفت الضرر وعرفت حجمه وانت اللي وفقت انك تتنازل واضح عشان نقول ان احنا مش هنطبع عليك المبادئ دي خمس الشرط الخامس لتطبيقها دي انا دلوقتي بتكلم ايه في شروط تطبيق المبادئ اللي قررتها المحكمة العليا بشأن ان المحاكمة هتتعامل مع فيروس كورونا ازاي هتحكم في القضايا دي وفقا لإيه بس قبل ما بيقولك هتحكم ازاي في القضايا دي بيقولك ايه هي الشروط اللي لازم تنطبق على طريقة الحكم في القضايا دي طيب الشرط الخامس قل لا تكون اثار الجائحة وضرارها معالج بنص خاص او بقرار من الجهة المختصة يعني ما طلع لهاش قانون خاص ما طلع لهاش قرار من الجهة المختصة زي مثلا ايه هيئة طيران المدني تقولك كل تذكر الطيران اللي وقفت بسبب اللي تعطلت بسبب جائحة كورونا تمتد المدة سنة ولا تتلف يعني ما تقدر تستعمل التذكرة في خلال سنة تقدر تستعملها مع اول رحلة احنا ايه او مع بداية التشغيل بدون غرامات تأخير تقدر تحدد تاريخك من غير غرامات تأخير ده لو طلع قرار بقى من الجهة المشرفة على المسألة مش هنطبق المبادئ دي كمام لان خلاص الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه العقود اصدرت فيها قرار يجي وزير الشئون البلدية والقرارية يجي وزير مش عارف ايه يجي وزير المسؤول وزير العمل ويطلع قرارات تعالج جائحة كورونا خلاص المبادئ دي مش هتمشي القرارات دي هي اللي هتمشي او يطلع نص خاص يطلع علي الامر يطلع عليك نص خاص بمسألة معينة زي يقول لك مثلا عقود الدولة تؤجل مش عارف ايه خلاص انا عندي نص خاص بالجائحة دي مش هطبق المبادئ دي يبقى المبادئ دي هتطبق مش انا وانتا نتفق يعني لا انا وانتا نتنازل مع بعض ماشي لكن لازم الجهة اللي مشرفة علينا طيب ثانيا بقى النص بيقولك ايه ثانيا تتولى المحكمة اللي هي المحكمة اللي انت هترفع قدامها القضية يعني بناء على طلب مدعي الضرر اللي بيقول انا اتضريت وبعد الموازنة بين الطرفين الموازنة حقوق دوت وحقوق دوت مصالح ده ومصالح ده موازنة بين الطرفين في النزاع تمام والنظر في الظروف المحيطة تعالى نشوف النظر في الظروف المحيطة الكورونا اثرت قد ايه ماشي تعديل من حقها المحكمة بقى تتولى المحكمة بقى ايه تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة بما يحقق العدل وذلك على النحو الاتي بص بقى المحكمة هتعدل العقود ازاي المحكمة هتعدل العقود ازاي الف تطبق على عقود اجرة العقار والمنقولة التي تأثرت بالجائحة الاحكام الاتقالية عقود الي منصبة على الايجارات ايجار العقار والمنقول العقار كل شيء متصل بارد اتصال القرار ولا يمكن نقله من مكان لمكان دون هلاكو المنقول هو كل ما يمكن نقله مكان لمكان دون هلاكو أجرت منقول أجرت عقار وتأثرنا بالكورونا تعالى نشوف هنعدل العقد ازاي يقول لك واحد اذا تعذر على المستأجر المستأجر اللي هو بينتفع من العقار بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كليا او جزئيا يعني انا كنت في السعودية مثلا كنت في سعودية ومؤجر ايه بيت وانزلت مصر وبسبب الجائحة اتقطع الطيران علي لمدة 3-4 شهور مش عارف ارجع طيب 3-4 شهور دول انا ما انتفعتش بالايه بالعقار المؤجر خلاص فتنقص المحكمة من الاجرى بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة اه يقول لك نقص من الاجرى للاربع شهور اللي هو ما انتفعش بيهو ليه يا سيدي انا كمؤجر ايه زنبي اقول لك محو الراجل برضو ملوش زنبي محو الراجل ما انتفعش مش بكيف هو مش قاعد اجازة في مصر بكيف هو قاعد لان الطيران مقطوع مش عارف يرجع تمام وبالتالي نقص التلات شهور دول نقص الشهرين دول نقص الشهر ده مش لما فتحنا الطيران به هو تخازل لا هو الطيران فعلا مقطوع ومش عارف الرجل يجي لك مش عارف ينتفع فيقول لك نقص من الأجرة الجزئية أو الجزء اللي هو القدر اللي هو مش عارف ينتفع به هذه واحد اتنين لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع الأجرة للفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلنا أو جزئيا بسبب الجائحة افرد إننا في عائد الإيجار كنا قيلين إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة 15 يوم أو لمدة شهر يكون هذا العقد مفسوخا من تلقائي نفسي دون الحاجة إلى تنبيه أو عبار أو حكم أو يحق للمؤجر بسخ هذا العقد الشرط ده هيتعطل ليه هيتعطل؟ لأني أنا ما سددتش الأجرة بسبب الجائحة بسبب إن أنا ما انتفعتش بسبب إن أنا مش عارف هنتفع بالعين دي أنا ببرا البلد ومقطوع علي الطيران ومش عارف هرجع وما انتفعتش بالعقار التلاتة وشهر فأنا خلال التلات شهور دول إن أنا مش هتفعهم بسبب إن أنا ما انتفعتش بهم أنت ما تقدرش تفسخ العقد أنت كمؤجر ما تقدرش تفسخ العقد يبقى ده مبدئين مهمين حطهم المحكمة العليا للمحاكم يا محكمة ما تحكميش بفسخ العقد بسبب عدم السداد لأنه ما انتفعش المدة بتاعات الجائحة يا محكمة انقص من الأجرة مقدار التلات شهور دول أو الشهر أو الشهرين اللي اتمنع عليهم الطيران أثناء الجائحة يبقى دي أول الفقرة ألف المتعلقة بعقود الأجرة به تطبق على عقود المقاولات على نشوف بيرتب عقود المقاولات والتوريد الزيبع تطبق على عقود المقاولات والتوريد ونحوهما الذي تأثرت بالجائحة الأحكام الآتية طيب قول واحد إذا كان تأثير الجائحة في ارتفاع قيمة المواد أو أجور الأيدي العاملة أو التشغيل ونحوها فتزيد المحكمة قيمة العقد حاجة المفترضة أنا متعاقد أنها هاشتريها منك بألف ريال بضاعة هاشتريها منك بمليون ريال خلاص بسبب ما فيش أيدي عاملة العامل ثمن وغلي العمال مثلا برا مش موجودين مش عارفين نشتغل اللي بيشتغلوا عددهم قليل جدا العمالة الدفع الأيدي العاملة مش موجودة أصبحت غالية بسبب نضرتها المواد اللي موجودة أصبحت نادرة قليلة بسبب عدم وجود التصدير فأصبح قيمة المواد الخام اللي أنا بصنع بها غالية جدا تمام؟ التشغيل أصبح صعب الحاجات دي كلها كلفتني زودت علي فأنا بدل ما هنخلي العقد بمليون لا هيبقى بمليون وثلتمية هيبقى بمليون ومتين ليه؟ تكلفة التشغيل زادت علي تمام؟ فمن حق المحكمة أنها تزود من قيمة العقد بدل ما يبقى ألف يبقى ألف وإيه؟ ومتين بدل ما يبقى مليون يبقى مليون ومتين مليون وثلتمية تمام؟ بس هقولك هتزودها إزاي؟ وهتقدر الفرق ده إزاي؟ هيجي لك دلوقتي خلاص؟ على أن يتحمل الملتزم من تلك الزيادة إلى حد الارتفاع المعتاد الملتزم اللي هو اللي هيدفع الفلوس يعني هيتحمل الزيادة بقى؟ الزيادة في قيمة التعاقد بقى اللي أنت بتدعيه أو الزيادة اللي المحكمة هتزودها؟ مين اللي هيتحمله؟ الملتزم هيتحمل القدر لإيه؟ المعتاد لو قلنا مثلا أن الحاجة ديت بتتكلف ألف يبقى وأنا ببيعها بألف ومتين فأصبحت دلوقتي بتتكلف أساسا ألف وثلتمية طيب ما هو كان قيمة العقد ألف هي دلوقتي بتكلفني ألف وثلتمية بسبب الزيادة طيب أنا هخليها لك بألف وربعمائة طيب أنا هزيد هشيل قد إيه من الزيادة دي هشيل المعتاد المعتاد وفقا للعرف بتاع الايه؟ بتاع السلعة دي أو بتاع التجارة دي واللي بيقدرها الخبير هنشوف دلوقتي هو قايل كمان إن المسألة بسبب الخبير هنشوف دلوقتي طيب يقولك إيه؟ يتحمل الملتزم اللي هو اللي هيدفع من تلك الزيادة إلى حد الارتفاع المعتاد ارفع عليه المعتاد ثم يرد ما زاد على ذلك للحد المعقول ما تزودش بقى مش هيشيل الليلة كلها بقى مش هيشيل للحد كله وللملتزم له اللي هو الطرف التاري بقى عند زيادة الالتزام عليه ما هو كده معناه إيه؟ معناه إن القدر الزياد ده عليك وعليه عليك وعليه على الطرفين مش على طرف واحد الملتزم له من حقه يطالب فسخ العاد إذا زادت عليه بقى من حقه يطالب بفسخ العاد أما في حالك كان ارتفاع سعر المواد ارتفاعا مؤقتا يوشك أن يزول فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة لو كان الارتفاع ده بسبب أن العمالة مش موجودة بسبب أن استيراد المادة الخامدي مش موجودة طيب وإحنا عارفين إن هي بمجرد ما هيفتح الطيران هنستورد تاني وحترجع الأسعار زي ما هي تاني يوم القضي يقول لك إيه لا ما تزودش يقول لك وقف تنفيذ العقد ست شهور ليه لغاية الطيران ما يفتح والناس تبعد تستورد تاني أو لغاية النقل ما يرجع والناس تبعد تستورد تاني فترجع البضاعة لمستوها تاني يبقى لو القضي يقدر يوقف لو شاف أن الزيادة دي بسبب حاجة مؤقتة وستزول يروح موقف حتى زوال هذا القضي طيب اتنين إذا كان تأثير الجائحة من قلة السلع في السوق السلع قليلة في السوق مش عارفين استورد كله مقفول فتنقص المحكمة الكمية بالقدر الذي طراه كافيا لرفع الضرر غير المعتاد عن الملتزم يقول لك إيه انت بتورد لي مثلا مأكلات أو مخبوزات أو بتورد لي ألبان أو بتورد لي أي حاجة والعدد قليل بدل ما هتورد لي ألف من الكمية هتورد لي خمسمائية أماشي بيهم نفسي بس عشان ما أقفلش المحل بس عشان ما أقفلش المصنع تمام بس ما فيش الألف أنا مش هعرف أديك للألف قطعة فأقول لك لا القضي يروح منزلهم لأنه مفيش يروح منزلهم لمقدار أقل من ذلك واضح كده يا ستزا طيب تلاتة إذا كان تأثير الجائحة إذا كان تأثير الجائحة في إنعدم المواد من السوق مؤقتا فتوقف المحكمة الالتزام مدة مؤقتة إذا لم يتضرر إذا لم يضرر ملتزم له تضررا جسيم غير محتاد بهذا الوقت فإن التضرر فله طلب الفسخ طبعا إذا كان تأثير الجائحة في إنعدم المواد في السوق لفترة بوقتة يقدر يوقف لو تضرر ضرر عادي بسيط يمشي الحال ضرر كبير ضرر جسيم غير محتاد من حق يطلب الفسخ لو انعدمت بقى خالص البضاعة دي أصلا منعدمة خالص ومش موجودة في الحالة دي بنعمل إيه في الحالة دي بنعمل إيه بقى في الحالة دي بنقول إن من حقه إذا استحال تنفيذ الالتزام إن من حق طالب التعويض إن هو يفسخ العقد أو إن المدعي أسف يفسخ العقد إذا ما استحال تنفيذه هنا نطبق القوى القارة بقى ونفسخ العقد أربعة إذا كان محل العقد عقد مقاولة إذا كان محل عقد المقاولة التزاما بأداء عمل ويبنع مارة يعمله يؤدي خدمة أي حاجة وتسببت الجائحة في تعذر تنفيذه في الوقت المحدد المحكمة تعملي بقى توقف تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة فإن تضررا ملتزم له تضررا جسيما غير معتاد بهذا التوقف فله طلب الفسخ يبقى قال لك بقى إيه معقد مقاولة وما فيش عمال وما يقدروش يشتغل وإجراءات احترازية فقال لك وقف المدة معينة طيب لو أنت تضررت بقى ضرر كبير جدا من حقك تطالب بالإيه من حقك تطالب بالفسخ عشان المحكمة تحكم لك بالحاجات دي لازم تراعي مجموعة مبادئ يعني عشان المحكمة تحكم لك بالتوقف أو تحكم لك بالفسخ أو تحكم لك بإنقاس الأجرة أو تحكم لك بالحاجات اللي احنا قلناها دي لازم تراعي حاجات معينة النمرة واحد اللي هو ثالثا بقى يقول لك يراعي عند تقدير أثار الجائحة الآتي واحد ماذا تأثر العقد بحسب النشاط يعني فيه أنشطة مش كل الأنشطة هتتأثر بالكورونا فيه أنشطة هتتأثر وفيه أنشطة لا زي أنشطة صناعة الكمامات ده طبعا دي زادت ما تأثرتش صناعة اللقاحات وصناعة الأدوية لا دي زادت ده حصل لها رواك ما تجيش تقول لي أنا بورد أدوية ولا بورد حقا ولا سرنجات ولا معطاهرات ولا معاقمات وتقول لي لا أنا مش عارف دي تأثرت بالسلب لا دي تأثرت بالإيجاب طبعا تمام يبقى على حسب النشاط هل النشاط تأثر بالسلب ولا لا وتحديد نسبة التأثر تأثر قد ايه كم في المية ننوج التأثر طبعا وزمنه من إمتى لإمتى التحقق من كونها جسيمة ولا غير جسيمة الضرر اللي حصل لك كبير ولا لا يا جمعة فيه ضرر جسيم وفيه ضرر غير جسيم يقول لك ايه الخسارة في التاجر يقول لك ايه الخسارة نوعين ضرر خسارة محققة المبلغ اللي طلع من جيبك ومش هيدخل تاني والكسب الفئت الكسب الفئت المبلغ اللي كان هيدخلك وما دخلكش تمام طيب انك انت مثلا أديك مثال يقول لك ايه انت مثلا بتصنع الحاجة ديت بألف ريال خلاص وبتبيعها بألف ومتين المتين دول هما المكسب بتاعك يقول لك المتين دول راحه انا هبيعها بألف دي خسارة معتادة طبيعية هو يارد انك انت تدخل في عملية ما تكسبش منها بس ما خسرتش يعني دفعت تمن التكلفة بس تمام خدت تمن التكلفة بس بس انت ما كسبتش دي معتادة لكن يقول لك بقى تخسر يعني هي بتكلفك ألف ريال تقوم انت تاخد تسعمية تقوم انت تاخد تمنمية تقوم انت تاخد سبعمية دي بقى الخسارة الخسارة دي كل ما تزيد نهينا بقى عنصر الايه ان الخسارة تبقى فادحة تمام دي بيقدرها اهل الخبرة في كل مجال في كل نشاط يقول لك ايه بقى المحكمة لازم تقدر مدى التأثر ونسبته وزمنه واذا كان معتاد ولا غير معتاد على ان يكون النظر محصورا في العقد محل الايه محل النزاع يعني زي المثال اللي انا قلته لك يعني عقد توريد الاسميدة الكيموية ديت عشان الارض الزراعية العقد بتاعي توريد اسميدة كيمويات وتلف التعويض والمسائل دي كلها والفسخ والكلام ده على الايه على عقد السمات دوت ماليش دعوة الارض حصل لها ايه بسبب ان السمات ما جلهاش عشرة فدان ميت فدان الف فدان بازو دي مش مشكلة انا ده برا نطاق العقد بتاعي انا العقد بتاعي الخمسة طن العشرة طن بتاعي الايه السمات اللي تلف ايه او اللي انا مش عارف اوردهم ده اللي احنا هنتكلم فيهم دي الاثار المباشرة اما الارض حصل لها ايه بسبب ان السمات ما جلهاش ده مش مشكلة انا ده خارج عقدي معاك انا مورد سمات انا ماليش دعوة بالارض حصل لها ايه هو ده اللي القضي يقصده اني مش حبحث الاضرار الخارجة عن عقد التوريد هو عقد التوريد وباس قيمة الاسميدة دي وباس هو ده اللي هنتكلم فيه تمام طيب اه يبقى يقول لك ايه على ان يكون النظر محصورا في العقد محل النزاع يعني الضرر المباشر وملوش دعوه بالضرر غير مباشر وقال لا يتجاوز تقدير الضرر المدة التي ظهر فيها اثر الجائحة على العقد ما تخرجش بالضرر غير مباشر ويكون التقدير من خبير مختص او اكثر اه قال لك الخبير بقى هو اللي هيقدر لك الكلام ده شوف بقى الخبير بحسب كل نشاط شوف الخبير بتاعه مين هو اللي يحدد لك كل المسائل اللي حكينا فيها دي طيب تعال نشوف اتنين في عقد الاجرى تقدر قيمة المنفعة اذا كانت متساوية في المدة يعني لو الايام كلها زي بعض والشهور كلها عقد ايجار مسكن كل الشهور زي بعض انا بنتفع في يناير زي ما بنتفع في فبراير زي ما بنتفع في مارس كلها زي بعض لو انا بدفع لك 12000 ريال يبقى الشهر ب1000 خلاص كلهم متساوية فينقص من الاجرى بقدر ما تعذر من الاستفاء انا عدت 3 شهور يبقى انت هتاخد 9000 ريال مش هتاخد 12000 ريال واضح طيب اذا كانت مختلفة بحسب الموسم فيسقط الاجر المسمى على حسب قيمة المنفعة فينقص من الاجر ما يوافق مدة تعذر الاستفاء وفقا لما يحدده الخبير يعني ايه الكلام دوك انا مأجر فندق لتسكين الحجاج تمام انا مأجره لمدة سنة بعد موسم الحج يعني هو الفندق ده مش هيسكن اساسا الا ايه الا في موسم الحج ما هو كم شهر بتوع موسم الحج الشهر ولا الشهرين بتوع موسم الحج هو ده اللي هنا هسكن فيهم الناس بعد الشهرين دول طول السنة هو فاضي هو مالوش لازمة مش فارق معايا في حاجة مين اللي هيسكن فيه واضح فهو القصة هنا بقى ايه ان الشهرين دول هما اللي بيجبوا لي الاجرى بتاعت السنة كلها لو الشهرين دول وقفوا معايا انا ما انتفعتش بقى بالشهرين دول لان موسم الحج تلاغى فانا ما انتفعتش الشهرين دول موسم رمضان تلاغى انا ما انتفعتش موسم رمضان لو موسم العمرة تمام ما انتفعتش يبقى ييجي اهل الخبرة يقول لك لا بقى ده الشهرين بتوع الحج اللي اتلغى دول يقدروا الدكرة من قيمة الاجرى هم مش متساوي مش انت معجر الفندق ب12 مليون يبقى كل شهر هتدفع مليون لا ده ال12 مليون دول يجو لك في شهر واحد من موسم الحج اتلغى موسم الحج العشر شهور او الحداشر شهر بقى ايما لهمش لازمة مش هيجبولك مليون واحد اصلا يبقى هو هيجي القاضي هيجي الخبير يقول لك اه موسم الحج والله عدد الهيجو في الفندق ده كان قد كده نسبة الاشغال كانت قد كده نسبة الاشغال في الشهور التانية بتبقى قد كده يبقى يساوي الشهر اللي تم الغاءه بسبب موسم الحج ده يقدر بمبلغ قد كده انتقس المبلغ ده من ايمة العاد ده الحزبة اللي الخبير هيقولها والقاضي هيحكم به رابعة مع مراعاة الاحكام السابقة تتقيد المحكمة عند نظرة في الدعاوة النشاء عن عقود والالتزامات بالقاتي بص بقى المحكمة منزمة بالقاتي ما فيش شرط جزائي واحد لا يطبق الشرط الجزائي اذا كان موجود في العقد مش هنطبق شرط جزائي ولا غرامات لغرامات التأخير كلية وجزائية ولا سحب المشروع والتنفيذ على الغير يعني ما ينفعش بسبب بسبب جائحة كورونا تسحب من المنشروع وتنفذه انت على حسابي ما ينفعش هو ده شرط موجود بس معطى تمام متى كانت جائحة فيروس كورونا هي سبب تأخير في تنفيذ الالتزامات يبقى ايه هي الشروط المعطلة في العقود القاضي هيعطى لانهي شرط ولو معطلش انت تدفع بده او انك انت ترفع دعوة والطالب بتعطيل هذه الشروط او اذا كان خصمك نفذ هذه الشروط تطالب بايه باسترجاع المبالغ الناشئة عن تنفيذ هذه الشروط لان هذه الشروط معطلة بسبب المبدأ بتاع الهيئة الدائمة للمحكمة العليا شرط جزائي مفيش يعني لو خصمك خصم منك شرط جزائي هترفع دعوة والطالب برد الشرط الجزائي خرمات التأخير مفيش التنفيذ على حساب الغير مفيش تمام انك تسحب من المشروع وتنفذه على حساب يعني ولو في شرط لاعفاء المسئولية ممنوع الشرط ده كأن لم يكن يعني بيحط الشروط يقول لك يعفى من المسئولية في حالة حدوث كتير لا مفيش تمام طيب تلاتة يقول لك يكون على الطرف الذي اخل بالزام عبي اثبت تسبب جائحة كورونا لازم اللي يدعي الضرر اللي طالب التعويض ويدعي بذلك هو اللي يثبت انه اضير بسبب جائحة كورونا لان فيه ناس ما تضرتش ومش كل الناس تضرت لازم تثبت انك تضرت انت هنا مش بتثبت وجود الجائحة اصبحت من العلم العام خلاص مش محتاجة اثبات تمام هي اصبحت معروفة ولكن عليك اثبات يقع عليك اثبات عب انك تأثرت بيها مش اثبات وجود الجائحة اثبات تأثرك بالجائحة طيب العقود اللي خرجت في نمرة 4 اخر حاجة بقى يقول لك العقود اللي خرجت برة هذه الاشتراطات هيطبق عليها اصول التقاضي المعتبرة شرعا ده كان قرار المحكمة العليا او الهيئة الدائمة للمحكمة العليا في القضايا اللي فيها العقود اللي تأثرت بجائحة كورونا نشكركم ونشوفكم ان شاء الله في موضوع اخر